اصدري قناة الحدث اليوم بيانا اعلنت فيه عن احالة الاعلامية مية حلمي للتحقيق بعد حلقتها يوم السبت الماضي 28 اغسطس مع الكابتن احمد صالح لعب الزمالك الاسبق واعلنت القناة وقف برنامج مية حلمي عبر شاشتها لحين انتهاء التحقيق وجاء في البيان بناء على ما تم رصده من قبل المرسد الخاص بالقناة بحلقة الاعلامية مية حلمي امس السبت الموافق 28 اغسطس 2021 وما بدر منها اتجاه ديف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الاصول والاكواد الاعلامية ومساق الشرف الاعلامي لذلك قررنا اولا احالة الاعلامية مية حلمي للتحقيق ثانيا اقاف البرنامج الخاص بها على قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق ثالثا على السيد المدير التنفيذي اعمال نص القرار من الان وكان الكابتن احمد صالح انسحب من البرنامج بعد اسلوب مية حلمي في طرح الاسئلة عليه ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهى وكان اول تعليق لأحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق ان محمود لعسال المستشاري القانوني قناة الحدث ومحمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة قناة الحدث تواصلوا معه وقدموا اعتذارهم عما حدث من مية حلمي في برنامجها على قناة الحدث وجاء رد مية حلمي بمكتع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على انستجرام من مطار القاهرة منتجها الى دبي وعلقت باي باي واغلقت خاصية التعليقات على هذا المكتع وعبر عدد من المشاهير عن غضبهم من تصرف مية حلمي وطلبوا المجلس الاعلى لاعلام بتدخل ومحاسبة فيعجم الملحن ايمن بهجة امر المزيع ما يحلمي بعد حلقتها مع الكابتن احمد صالح ونشر ايمن بهجة امر جزء من الحلقة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وعلق قائلا انا اهلاوي برفض الطريقة اللي اتعامل بها الكابتن احمد صالح واريت المجلس الوطني الاعلام يحاسب المزاين دول الداف اللي بيجي لازم يتشال على الرأس فيعجمت الفنانة دينا فؤاد عبر صفحاتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الاعلامية مية حلمي بعد ازمتها مع الكابتن احمد صالح لعب الزمالك الصاب وعلى يدينا فؤاد قائلة على رأي الزعيم عادي الامام احنا بقينا في زمن المسخ فلاش تقوله اعلامية انسانة مستفزة وعايزة تعمل فيها جمدا تحية للمحترم كابتن احمد صالح نشر المطرب محمد رشاد عبر صفحاتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو له وهو يغني اغنيته الجديدة انا مش شام تاني الامر الذي ربطه الكثير من جمهوره مما حدث مع طريقته الاعلامية مية حلمي بيقافها واحالتها للتحقيق نتيجة ازمتها مع احمد صالح نجم الزمالك الصاب عزيزي المشاهد زيوم ربيشيك قناة الثقافة معلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع ترفيق الجرس دي سلك كل جديد مع اجمل وراء تحياتي تحيات قصد الثقافة ومعلومة تابعونا اشتركوا في القناة